مصدر في نادي الزمالك نفى ما تردد بشأن فرض عقوبة مالية على أحمد فتوح لعب الفريق بعد انتشار أخبار في الساعات اللي فاتت بشأن سهره إنه هو اللعب سهر وقال إنه مفيش كلام من ده المصدر في نادي الزمالك وقال إنه الكلام ده مستعيه خالص وإن اللعب مفيش أي عقوبة عليه في الفترة الحالية خد بقى كاسلو الكلام كان على إنه فتوح سهر وكهرباء سهر معاه الاتنين سهروا مع بعض عشان كده وترك الخبرين وعلى بعض وفي النحايتين الاتنين نفوا الأهل نفى الزمالك نفى مشي أتمنى فعلا ما يكونوش الاتنين بيسهروا ولا حاجة عشان يركزوا في اللعبة أكتر يعني والاتنين اللعيبة دولية فمحتاجين أكتر تركيزوا إن شاء الله يكون ما يكونوش عملوا فعلا أي تجاوز أو أي سهر في الظروف دي الأهل بادئ دولي الزمالك بادئ دولي بالتأكيد الفرقتين محتاجين كل اللعبين يبقوا جاهزين صحيح كعربة موقوف ست مباريات بس هو متاح في مباريات أفراقيا ست مباريات محلية يعني نكمل مع نادي الزمالك وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أكد للجهاز الفني لنادي الزمالك إن كل الكلام اللي تقال الفترة اللي فاتت عن نيته تمرد على الفريق وعدم مشاركته في المباريات بسبب تأخر مستحقاته المالية قال إن الكلام ده غير صحيح تماما وجزيري قال للجهاز الفني إنه مش هيتمرد وهيفضل يلعب بشكل طبيعي ويتمرم بشكل طبيعي ويشارك في المباريات بشكل طبيعي رغم عدم حصوله على مستحقاته لكنه طلب من الجهاز الفني وطلب من الكابتان عبداللوحد السيد حديدا مدير الكرة إنهم يساعدوه إنه هو يحصل على مستحقاته في الساعات المقبلة ده فيما يخص نهايدي الزمالك